أخوة الإيمان إليكم الفائزين في الإجابة على سؤال الأمس من مصابقة الأمثال في القرآن والسنة فاز بجائزة قدرها ألف جنيها كريمان أنور عبد الرازق عمر طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة قسم كهرباء بجامعة أسيوط من محافظة أسيوط محمد السيد عيد فرج موسى طالب بالصف الثاني الثانوي من محافظة الشرقية والآن نقدم لكم سؤالا جديدا من هذه المسابقة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة ونقد ضربنا بالناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتكرون الأمثال في القرآن والسنة مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم إسماعيل دويدار أيها الأخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله كلمة التوحيد وأحب الكلام إلى الله تعالى وهي أول ما دعا إليه الرسل عليهم السلام وهي أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لقومه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فهذا مثل ضربه الله تعالى للكلمة الطيبة التي هي لا إله إلا الله فقد شبهها الله سبحانه وتعالى بالشجرة الطيبة التي هي النخلة فكما أن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح كذلك الشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع وكما أن النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء وهي كثيرة النفع دائما فكذلك كلمة الإخلاص وشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا وفرعها من الكلمة الطيبة والعمل الصالح والأخلاق الحميدة والآداب الحسنة في السماء دائما تصعد إلى الله جل وعلا وسؤال الحلقة السادسة في أي سورة ورد هذا المثل مع ذكر رقم الآيات لا إله إلا الله من يقيني وإيماني لا إله إلا الله من روحي ووجداني أيها الإخوة المؤمنون للمسابقة جائزتان قيمة كل جائزة ألف جنيه لفائزين من المشاركين فيها ويمكنكم مستمعين المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة وزارة الأوقاف المصرية على الفيسبوك مع تمنياتنا لجميع مستمعين بالتوفيق والسداد ولقد ضربنا في الناس في هذا القرآن من كل مدل لعلهم يتنكرون الأمثال في القرآن والسنة مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف إعداد مروى النجار تقديم إسماعيل دويدار